النسخة السرية من حوار الرياض حدث يعيد إلى الأذهان حوار الرياض الذي انعقد منتصف مايو من العام المنصر بمشاركة واسعة من القوى السياسية المساندة للشرعية وقاطعوا الحوثيون والمخلوع صالح وكان القرار الأممي رقم 2216 قد نص على ذلك المؤتمر كمحطة في مسيرة التسوية السياسية ودع جميع الأطراف إلى المشاركة فيه بمن فيهم الانقلابيون عندما التحالي الحريصة على تحقيق الأمن ونستقراف اليمن لم يطرأ جديد على ثوابت الموقف السعودي من الأزمة اليمنية بل أن دور المملكة بات أكثر تعقيداً في المشهد اليمني بعد أن قادت منذ 26 من شهر مارس من العام الماضي تحالفاً عربياً واسعاً استهدف إعادة الشرعية وإنهاء الخطر العسكري لميليشيا الحوثي المرتبطة بإيران ذهب الحوثيون إلى حوار أرادوه سرياً وأرادوه موازياً وبديلاً عن المشاورات التي اعتادوا المشاركة فيها في مقابل الحكومة اليمنية لكن تعمد الكشف عن هذا الحوار من جانب المسؤولين السعوديين وفي مقدمتهم ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبرهن على أن الحوار لا يكتسي طابعاً ثنائياً بين الرياض والميليشيا بل يهدف بدرجة أساسية إلى ترويض الميليشيا للقبول بتسوية لن تكون دون سقف القرار الأممي وزير الخارجية السعودي عادل جبير أكد من جهته أن الممثلين من الطرف المتمرد في حوار الرياض السري يقتصر على الحوثيين وهي إشارة إلى الطبيعة التفكيكية لهذا الحوار الذي يبدو أنه عازو على إقصاء المخلوع صالح وجناح المؤتمر الذي يتزعمه من أي دور مهم في اليمن خلال المرحلة المقبلة ثم تتواجد اللافت الممثل حكومات غربية في الرياض عرف عنها صلتها المباشرة بملف الأزمة اليمنية وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا تواجد فسره مراقبون بأنه دليل على الطابع الشامل لحوار الرياض السري وذهبوا إلى حد توقع بأن يسهم هذا الحوار في صياغة الخطوط العريضة للاتفاق المفترض أن تسفر عنه جولة مشاورات الكويت ينضي الحوثيون في تسويق خطاب مراوغ تجاه حوار الرياض وجولة مشاورات الكويت المقبلة وذهبوا إلى الضد مما كشف عنه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ فيما يخص أجندة مشاورات الكويت آمل الإنقلابيون في حصد مكاسب سياسية تعفيهم من الإجزامات التي لا يرغبون في تنفيذها وخصوصا تلك المتصلة بالقرار الأممي ولكنهم على خط الإدعان ماضون بعد أن جربوا كل خياراتهم العسكرية في وجه شراكاء الوطن والتحالف